ركزه معي كمان أثناء المحاضرات حتى الانلاين ركزه معي يعني هلأت فاجأت كاين الريكورد مفصول في نص المحاضرة لأبليكم ولا حدا نبهني ولا حدا نبهني إطلاقاً فاجأتي جتعمل ستوب ريكورد وقت انتهى المحاضرة طالع ما في ريكورد بالأخير صبية بتقول لي آه انسينا نقول لك مش لهالدرج مش لهالدرج أوك اليوم إن شاء الله نبدأ في عنوان جديد مهم جداً جداً لطلب الطب الأسنان وبهمنا كمان في عياداتنا زي ما اهتمينا في زي ما اهتمينا في زي ما اهتمينا في لاحظة حمانا منركز على الأدوية الكتير مستخدمة في عيادات الأسنان وفي الحالات المتعلقة في الدينتال كيست طيب لو اجينا لهول موضوع أنالجيسك وعرفنا مبارح الليل الدكتر التاعتنا أو هذا الشابتر مين اللي رح نحكي عالبان في الدنتستري عالبان ديفينيشن عالتيبس عالديفينيشن او الاسيتو امينوفن الوهو البندول او السيدامول او الاكامول وعننا الابيويد انالجيسك اللي هما الناركوتكس المورفين ومشتقات خليني بس ناخد هيك اوبر فيو صغيرة عمضوع البن منجمنت المتعلق في الدنتستري اكتير قلنا وجع الاسنان لا يطاق ومبارا هادا الحكي حكيناه تمام قلنا هو اي منطق بالأوروفيشي البن فيلد اوروفيشي البن انكوربوريج بان كندسان رلاتد للهارد ان صف تشو للهد للنك او الانتراورال نعتبرو بان موجود في منطقة الاوروفيشي ومنطقة الانتراورال استركشي رانجي انكوربوريج ميغران ممكن شقيقة سوري المسكولاسكليتال بان انيورجينيك سايكوجينيسي بان اكيد مش من المعقول وغير المنطق وكل ولا البروتوكول بقول عندي مريض عم بتقلم قلم شديد وعنده واضح انفلميشن في التشو اللي عنده في الاورال كيفيتي وبدأ اشتغله بشكل مباشر بدك تهدي بدك نشوف شو الكيس تاعته من اعمل اجراءات الطبية الدينتال بروسيجر المطلوبة كمان البيشنت ممكن يجينا ما نمتش هديك الليلة ما سداتي طلع النهار عشان اجعل عيادة للدينتو اه مكزيل اوفيشيال تروما او تريتمينت ريليتت كومليكيشنز كل هاد الكلام وارد البين اجعل رفو البين كالقلم طبعا في بنعمل بي اجدي دكتورات في تخصص القلم وفي تخصص طب العائلة في كندا وامريكا اللي هو بسموه البين منيجمنت تخصص كامل خمس سنين بناء على الانترناشنال استيشياشن فور دستادي او بين هاي المؤسسة الدولية اجا تعرفت البين ديفايند از انبليجاند سنسوري اكسبرينس شياتد وذ اكشل اكشوال او بتنشال تشو دمش انو اشي غير مورية تمام البين كان امباكت طبعا بيأثر على خياتنا اليومية وما رأسات نشاطك اليومي وبالتالي بيأثر على الانديفجولز ايضا فيزيكال انديموشينال واجعل اسنان تحديدا ممكن تترداخد اجازة عليه من شغلك من دراستك قد ما هو الم شديد جدا بيكون بمعنى انه بيقولك انه مؤشر صحي كويس وبعط انه زي ميكانيزم للارغنزم وهذا برضو انظار انه في عماله اه اه طيب انواع البين مين اللي في عنا اكيوت بين فجأة صحيط بهالليل عندك وجع شديد عندك اه وجع سديد في الطاحونة او في الفت تمام ناتج من specific injury او disease او inflammation وعادتا بيصير sudden onset ممكن يصير بعد السيرجري بعد اجراء جراحي سواء minor او major trauma واحد وقع على الانكل على ركبته على البعصة بمثال وبعد بساعتين ثلاثة شعر بالقلم usually relieved when the cause is treated بس مجرد اخذنا هالمسكنات انتهى البين acute pain may become chronic اذا ما عالجنا if untreated chronic pain persistent over long period وهذا عادتا اذا provoked by environmental او psychological factors cause unknown وشياتد with long term illness البازز of tissue type pain could be classified as في عنا نوعين برضا تصنيف بناءا على نوع التشو type في عنا اللو هو النوسي سيبتف pain وفي عنا نيوروباتيك pain النوسي سيبتف بين هذا جاي initiated by stimulus محفز outside nervous system and localized to area of dysfunction when acute it serve as alarm against harm اذا النوسي سيبتف النوسي سيبتف بين ناتج من stimulus خارج من ضومة الnervous system وlocalized على الarea of dysfunction وهذا بخدم as alarm against harm عنا نيوروباتيك pain اللو هو بسموه نيرف بين ايوة اس برملة لكوز باي disfunction في الnervous system وهذا بعتمد على السايت وممكن كمان اما يكون central او بريفرال اه نيوروباتيك مش بس بيقولنا بنيورانز برضا ممكن يكون سنترل او بريفرال سنترل او بريفرال السنترل ناتج دمج لالسباني الكورد او البراين والبرفرال نيوروباتيك ممكن ديزيز كوندشن هون النيوروباتيك بين ما بعمل حماية فعليا برتكت بادي rather it's a disease in itself ما زي النوسي سيبتف هاي هاي النوسي سيبتف طلعه في الفيزيرال بيكون ضاء الداخلية والاحشاء هيدك اوروفيشيال المسكو سكيلتال البوست اوبراتف بان اما نيوروباتيك بتكون يابل براين يا يا البوستيرابيتيك نيوروليجيا تراجمينا نيوروليجيا العصب الملتبل سكولوروسيز السباين الهيد السباين الكورد انجري تمام اوك هادي الوبربيو البسيط طيب ايجوا قالوا مش معقول نخلي البين موجود والمريض يتقلم ويتوجع وانت كمان كطبيب سواء طبيب اسنان طبيب عام باطني اخصائي اوك مش راح تخلي مريضك ايش متى اما متقلم ومتوجع طب شو الحال شو الحال طلعوا بمجموعة من الادوية اسمها نالجزيك مسكينات مسكينات لنالجزيك نفسها تقسم الى قسمين قسموها الى ناركوتكس لجماعة المورفين المشتقاط او الابيويد الى الابيويد الابيويد و الى نان استيرويد انت انفلاماتري دراجز الى نان ابيويد اذا الى ابيويد ونان ابيويد الابيويد اللي هنا الناركوتكس لجماعة المورفين ومشتقاط ومورفين مبردين بتدين فنتانيل ترامال كتائين اوكي اما المجموعة التانية الابيويد اللي هي مجموعة مجموعة التانية عنا الانسدس عنا الانسدس وعنا مجموعة الباراستامول اللي هو البندول او السيدامول تمام الانسدس مجموعات ضخمة اللي راح نتعرف عليه اذا الانسدس عبارة عم مجموعة دوائية بتعمل رليف للبين من دون سيجنيفيكنتلي التيرنين كونشوسنس من دون فقدان الوعي رليف البين without affecting its cause يعني هو سمتماتيك رليف الانسدس انتبه بعالج اعراض ما بيقيم والله الكوزيلة المسبب مهم تقسم الى abyoid و الى non abyoid الى abyoid و الى non abyoid اوك نيبدا بالمجموعة الاولى اللي هي non abyoid analgesic اللي الانسدس الانسدس اختصارها اخطوها بالجنر البرمج non steroidal anti inflammatory drugs non steroidal anti inflammatory drugs يعني مش steroid ولكن هاي يعني ادوية مش steroid related بينما بتعمل ميزة الانسدس بالanti inflammatory كمان اللي هم تلات مزايا الانسدس قطها ببالك non steroidal anti inflammatory drugs anti inflammatory anti pyro tic analgesic تلات مزايا تتميز noxious chemicals or microbiological agents inflammation برضو body's effort to inactivate or destroy invading organisms removing irritants او انشيات tissue repair inflammation ايضا triggered by the release of chemical mediators مال للبروستغلاندين الهستامين طلع على الواحد عم بالتضغ من البعوض تمام بيصير احمرار vasodilation احمرار وقلم كمان وحك itching بروستغلاندين bradycanine و interleukins هاي بسموهم chemical mediators وهذا بعزز الانفلام الانفلام ايضا usually subsides الانفلام ايضا when the trigger is removed بروح بس اذا صار المحافظ ازام ازارة المحافظ and the healing is complete sometimes initiated by autoimmune response the defense mechanism cause tissue injury بمعنى modulation by immunosuppressives anti-inflammatory agents زي عصبين مثال immune system يهاجم خلايا العدم زي joints ويعمل rheumatoid arthritis هذا immune response وعملنا inflammation وعمل الم شديد ويعمل inflammatory response ازن لاحظ inflammation اول اش قلنا normal protective وادا اخذنا في immune system normal protective response to tissue injury تمام inflammation برضو بالbody's effort تخفف inactivate او destroy invading organism او removing toxics او retains او الانشيئ tissue repair وكمان ممكن يتحفز من chemical mediator زي histamine rostaglandin interleukins و bradykinin وقلنا ممكن يعمل autoimmune response كل الانش كل مجموعة non-steroidal anti-inflammatory drugs تعمل inhibiting the synthesis of brostaglandin هادي نقطة مهمة جدا جدا هادي mechanism of action الرئيسي لهم inhibition لمادت الchemical substance which is called brostaglandin تمام بعمل inhibition لها الانش طب وشين البرostaglandin خلينا نفصل البرostaglandin البرostaglandin هو عبار عن fatty acid derived من البركير ذر الاركودونيك acid which is a component of phospholabes of cell membrane cyclooxygenase enzyme is involved في formation brostaglandins من برضو من الاركودونيك acid المين brostaglandins في الهيومان هن عبار عن البرostaglandin E2 اللي اختصار BGE2 brostaglandin F2 alpha BGF2 alpha وعن البرostaglandin اللي هي ال BGI2 هدوك من اللي المين جر brostaglandins الموجودة في السم ازن البرostaglandin لو جينا فعليا لو اخدنا مضلة بسيطة هاي الاركودونيك acid هاي الاركودونيك acid بات وي بديتطلع ايش بروستaglandin بروستaglandin عبار عن فاتي acid قلنا تمام وهون الاركودونيك acid هو مليان بال الفوسفوليبد الفوسفوليبد of cell membrane طيب صار نفرد للتشو انجري صار تشو انجري انجري للفوسفوليبد سلم بروستaglandin راح اطلع الفاتي از الوجود الفوسفوليباز اي تو وهذا بكوز ريليز الاركودونيك acid من الفوسفوليبد ميمبرين طلعنا الاركودونيك acid الاركودونيك از راح طلع ركز معاي كتير مهم جدا ازا فهمت هاي الفيسيولوجي اللي هون فهمت كل شافتر الانسل بقولنا ازا اتعرض ال الانجري الانجري راح تعطي فاك الفوسفوليبد مش احنا حكينا في عنا من الفوسفوليبد اخدنا بالاناتوم صح طيب بوجود الفوسفوليباز A2 هاد راح يحرر لنا والاركودونيك acid من الفوسفوليبد ميمبرين والاركودونيك acid راح يطلع لك two باتوي الباتوي الاول تحت مسمى cycle oxygenase باتوي اللي هو COX1 وCOX2 وفي عنا five libe oxygenase باتوي في عنا كمان five libe oxygenase باتوي cyclooxygenase اللي هو هون وظيفة مين فعلي نترون بوكسات مين الانتي بلاي في دو امرأ علينا بالجنرال فارماكولوجي وانا يستخدم تصنيف وانسد وبنفس الوقت بيشغل anti-blatelates مين يلا يا dentists يلا يا طباء المستقبل يا أسنان شو يا ناصر شو الانتي بلاي بلاي ممكن استخدم العلاج انه نعمل anti-blatelate aggregation وبتالي بلوك لثروم بوكسين وايضا ممكن كمان استخدم از anti-inflammatory يبدو لحاليا بحكي فاش حدا معاين الاسبرين حدا سامعني او او سامعين او مستامعين بالاسبرين انه anti-blatelates مستامعين بالاسبرين انه بيبي اسبرين يعني كلمة دوز من واحد تمرين ميت ميلي جرام ولا راح تشوف هنا قراءات تاني من خمسين لتلتمية وخمس وعشرين ميلي جرام تعتبر anti-blatelates وعلى هاي دوز يعتبر anti-inflammatory ازن نلاحظ الاركودينيك اسد الاركودينيك اسد ان البروستا جلاندين راح يطلع منو منظوم تاني عنا سايكل اوكسجينيز باتوي عنا كوكس وان وكوكس تو طلعنا البروستا سايكلين وبروستا جلاندين اللي سببت pain و inflammation تمام وايضا راح يطلع المسؤول على ال agregation طب خلينشوف المسار التاني راح يطلع الليكوترينز والليكوترينز برضو من احد الميدياترز او الكيميكال ميدياترز اللي ممكن تعمل inflammation تمام طبعا الليكوترينز بتعمل bronchoconstriction bronchoconstriction وبذكرك في الجنرال فارمكولوجي اخدتو في مجموعة من الادوية بتسموها الليكوترينز انهيبترز او الليكوترينز ايش انتاجونيس اللي المنتي لوكست اللي اشتخدم للازمة وللكف الليكوترينز ايضا بسبب ازمتك و ايضا smooth muscle contraction اذا هاي انتبه وركز معاي شو بحكي لك البروستغلاندين مسؤول اول على والبين وعندك الليكوترينز موضوع البرونكو والازمة و طيب واضحة هاي يا جماعة هذا واضحة كتير مهمة مسامع واضحة 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 طيب لاحظ ما رأع علينا في السيكل اكسجينيز باثوي في قلنا سيكل اكسجينيز وان وسيكل اكسجينيز تو عنا سب تايبز الكوكس الليه كوكس وان وكوكس تو كوكس وان كون 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 سيكل كوكس سيكل سيكل بحمال المعدة باسكولر همستاسيز لاتت اجريكيشن وكيدني فنكشن اما كوكس تو لو اندوست كون سيكل تيفلي اكسجينيز سم تيشو لعي برين كيدني بون انفلميشن خلال السيطوكين او الاندوتوكسن وهون اندوست اكسجين بمعنى اي احنا الاركدونيك قلنا اسمنا لسيكل اوكسجينيز ولا باوكسجينيز الى كوكس والى لوكس الكوكس قلنا هي كوكس 1 واي كوكس 2 تمام كوكس 1 كون 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 بمستشو في البلد بلد في الكدني ستمك بلات لات كوكس is انزم رسپونس بلبيوسنتيز البروس بروسا كوكس 2 inducible during inflammation by cytokines and inflammatory mediators عندك الكوكس هون السيكل اوكسجينيز السيكل اوكسجينيز قلنا هي المسؤولة على انتاج وتحضير البروسا بروسا جلاندين وفيريس بروسا جلاندين عنا بروسا جلاندين اي 2 عنا بروسا جلاندين F2 في عنا بروسا جلاندين E2 عنا بروسا جلاندين D2 عنا ثروم بكسين A2 البروسا جلاندين I2 vasodilation بعمل inhibition blated aggregation ال2 alpha بقلل بقلل ضغط العين lowers intraocular pressure بروسا جلاندين E2 بعمل GI protection عشان هيك نصيد افكس الاسبرين والانسات بعمل GI ulceration bleeding ليه لانو عمل inhibition البروسا gland E2 اللي هي المسؤولة عن حماية جدار المعدة من الماش من حمد المعدة بلات لت function kidney function regulation blood flow عندك عندك البروسا gland D2 بعمل vasodilatation bronchoconstriction زي اللي cotrines انتبه ايضا thromboxane blated aggregation regulation bloody flow ازن لاحظ ساكل اوكسجينيز زي وجونا عال COX 1 من موضوع ايش انتاج البروسا gland عم مختلف مستوياتها وقوة ضائفها المختلفة تمام وقلنا جدا مهمة في ال blood vessel في kidney في stomach في platelet تمام بينما COX 2 لو جينا على COX 2 inducible during inflammation يعني هو اللي بسبب inflammation وهو اللي بسبب بين الم وفيفر كمان حرارة inducible during inflammation by cytokines and inflammatory mediators endotoxin عندك brostaglandine E2 عندك brostaglandine I2 عندك brostaglandine thromboxin other mediators عندك tissue necrosis factor alpha عندك interleukins عندك bradykinin كل هذا الكلام بسبب بنا pain و inflammatory وفيفر ايضا موجود في brain وال kidney COX 2 constitutively found in brain and kidneys اللي هو اللي هو اللي هو اللي كوترين عندك زي ما حكينا اللي كوترين شفنا اللي هو بسبب برونكو و أزمة و smooth muscle contraction طلع مجموعة الأدوية اللي راح نستخدمها في عنا إن selective COX 2 inhibitors بشكل مباشر بعمل inhibition لل inflammation تمام تكون أقل أثر جانبية عمين على stomach لأنه ما بعمل inhibition لل COX 1 non selective بضرب COX 1 وCOX 2 وفي عنا في المثال اللي هو استخدام corticosteroids أو glucocorticoosteroids من أولها بمنع تشكل archidonic acid من خلال nevation phosphoribase A2 طيب إذن نركز على prostaglandine gastrointestinal tract the action prostaglandine نحكي prostaglandine E2 I2 بزيد secretion mucus and stomach بمثابة حماية لجدار المعد cytoprotective action في عنا دواء وجدوه بشتغل نفس أداء prostaglandine E1 وهو الميزو بروستول وجاكم عليه السؤال بالجنرال فارمكولوجي أننا ننتبه لا يصرف بوصفة عادية ولا يصرف بشكل طبيعي لأنه خاصة لدى السيدات بعمل abortion إجهاد ولكن هو الأساس وضيفته الرئيسية في شغل البروستغلاندين E1 cytoprotective فبالتالي إذا تعطيتهم مع الأنساس ممتازين جدا عشان تعمل prevention للأنساس induced ulcer عنا الكاردوفاسكولر سيستم عنا البروستغلاندين D2 وE2 بروستغلاندين E2 وI2 بسبب vasodilatation بينما البروستغلاندين F2 ألفا وإننا constriction للbulmonary veins and إرتار الثرومبوكسين A2 ألفا وإننا vasoconstrictor وبعمل بلاتات aggregation not used clinically other drugs with no effect على بلاتات عرف بروستغلاندين E1 عشان مثال عنا من الأدوية لزيها البروستديل عشان حافظ على البتنس لدكتس أرتيس بفور سيرجري البروستocycline البروستغلاندين from right ventricle lungs زايل طيب non-steroidal كمان على بلاتات موضو لثرومبوكسين بروستغلاندين E2 inhibit بلاتات aggregation أجوة hence hence it's used during hemodialysis and open heart surgery to prevent platelet aggregation شو اللي بعمل ل البلات aggregation اللي ثرومبوكسين E2 النسبة للأي عن البروستغلاندين F2 ألفا هذا بيقلل ال intraocular tension و pressure ال it's analogs يوز علاج الغلوكومة treatment في اليوترس قلنا البروستغلاندين E2 low concentration low concentration تمام البروستغلاندين 2 ألفا بعمل contract لل pregnant يوترس عشان انتبه جدا جدا بهاي الأدوية تمام I are mainly used in medical abortion B بدل P abortion induction لل labor with cervical priming and bospertum hemorrhage أما البروستغلاندين E1 البروستغلاندين E1 البروستغلاندين E1 برضو يستخدم لعلاج الإلكترال dysfunction لدى الرجال طيب هاد كلها منظومة البروستغلاندين وكيف شفنا كيف يكون واحدة إلها وظيفة في الجسم نفس يولوجيا الأنسل هو group of chemically dissimilar agents that differ in their anti-biotic analgesic وanti-inflammatory activities إذن 3 properties أو 3 characteristics بتميز بها الأنسل anti-inflammatory anti-biotic analgesic خافة حرارة ومسكن ولا anti-inflammatory وأنه هناك فرق كبير بين كلمة inflammation وبين infection inhibition للCOX enzyme للcyclooxygenase enzyme سواء COX-1 أو COX-2 من خلال الأنسل هذا بمنع الfirst step للبروستانoid biosynthesis فش بروستغلاندين فبالتالي راح تقل البروستغلاندين synthesis with both beneficial أو unwanted effects وبالتالي في side effects عالي المجموعة الأولى الأنسل are classified بناء على تأثيرهم على الCOX enzyme في عنا non-selective cycle oxygenase COX inhibitors بمعنى بعمل inhibition للCOX-1 أو للCOX-2 في عنا بتلاقيهم أكتر preferable على الCOX-2 وفي منهم بتلاقي خلص selective على الCOX-2 أكتر extended النون selective ما اللي في عنا سبع مجموعة عنا السلسلات السلسلات المجموعة الأولى اللي هي الإسبيرين عقسة السلسلات أسد للإسبيرين في عنا في عنا البروبونك أسد derivatives l-aibobrofen كلنا منعرفوا l-aibobrofen اللي هو الآذفل أو التروفن أو الإزوفن في عنا كيتو بروفن ال-napروكسن الفلوروباي بروفن في عنا الفن الأسد acid derivatives اللي هو اللي هي الإبر السحرية الدكلوفين والروفينال أو الفولتارين عنا الفيناميك أسدor والميفيناميك أسد كلهم دمين مجموعة non-selective, non-selective non-selective cyclooxygenase non-selective cyclooxygenase inhibitors وعننا الاندول اللي هو الاندوميثاسين الاندوميثاسين strong answers إذن هدوك هاي المجموعة هاي الأدوية هاي الأدوية إذن الاسبرين الايبوبروفين الدكلوفيناك المفينامك أسد الكترولات البيروكسيكام الاندوميثاسين كلهم عبارة عن non-selective cyclooxygenase وكلهم إلهم تصنيفاتهم ومسمياتهم الخاصة فيهم البريفرابل أو البريفرابل انشاء الكوكس تو انهبترز عنا النمسولايد اسمه التجاري بيحبو دكاترة المسالك إذن النمسولايد عنا الملوكسيكام اللي هو المبالس وعنا النابوميتون النابوميتون طيب في عنا هاي اللي سيليكتب عالكوكس تو انهبترزي الاتيروكوكسيب اللي هو الاركوكسيا والتيريكوكس في عنا البركوكسيب عنا اللوميار كوكسيب كوكسيب طيب وفي عنا مجموعة مش أنساتز انتبه هي مش نات ريليتد للأنساتز ولكن أنالجسيك أنتي بيراتيك ودبور أنتي انفلاماتوريفك مين هنه البارستامول البارستامول وفي عنا النيفو بام في عنا النيفو بام مش موجود كتير عنا في صدلياتنا تمام بس إنه نعرف إنه النيفو بام إنه النيفو بام هو non-obioid و centrally acting analgesic تمام ومش أنتي انفلاماتوري بس analgesic وانتي بارتك موجود منه تابلت وموجود منه أنبول عشان تكون بالصورة النيفو بام واضحة هلأ يا جماعة بكل بساطة هاي المجموعات كلها اللي أخدتوها هلأ كلها بتشتغل بتعمل إذن البروسيقلاندين أها بستثناء قلنا البارستامول الكوكس وان انه موجود موجود في موستيشوز بلوت بيزل برين استومك كدني كوكس تو قلنا هو اندوز دورين انفلاماشن سايتوكينز واندو توكسنز وهون ببلش انه البردكشن للميدياتر للانفلاماشن هون الكوكس تو يعني فعليا هو المسؤول على الانفلاماتور وعلى الفيفر وعلى البين الاسبرين and most non-steroidal anti-inflammatory drugs بيعملوا انهيبشن للكوكس وان كوكس تو وانا non-selective فبالتالي بيقل إنتاج ايش البروستاجلاندين سينتسز والثرومبوكسين سينتسز هذا الكلام راح يطلع لنا side effect الanti-inflammatory effect للانسدز من اللي على انهيبشن للكوكس تو كوكس تو الاسبرين كوزز الريفيرزابل انهيبشن للكوكس بقيت الانسدز ريفيرزابل انهيبشن للانزام مجرد رفعنا الادوية انتهى طيب الاسبرين او الاسيت السلسلك اسد انهو البروتوتيب الدرق للترادشنال انسدز موس كوموليوز لا مش موس كوموليوز بهالأيام بالعكس هالا كومبينيشن يس بتلاقيه هالا صار مع زي الاكامول فوكس بتلاقي اسبرين مع بارستامول مع كفاين بتلاقيه مع كومبينيشن كتير اما بشكل مباشر نعطو اسبرين نو بروتوتيب بتلاقيه الانسد خلينا نشوف كيف انه غير انه اسبرين عبار عن weak acid بربط irreversible مع الكوكس وانه non-selective يعني راح يعمل نبش الكوكس وان كوكس تو وحط ببالك راح يأثر على البروتوتيب حط ببالك في side effects mainly GI ulceration GI bleeding راح يصير عنا bleeding وانه راح يأثر على ثروم بوكسين كمان انتبه الاسبرين راح يأثر كمان يعطي الانالجيسيك effect وانتي inflammatory effect وانتي baritic effect وغاستر انتسنل effect ورسبار ريفيك الانالجيسيك effect ان الانسد are mainly used for relieving musculoskeletal bain لألام الدورة الشهرية كمان والطمط dismenoria and bain associated with inflammation أو tissue damage الانالجيسيك من اللي بتيجي من الperipheral inhibition من البروستaglandine production من البروستaglandine E2 لأنه هو المسؤول على nerve ending sensitizing بالنسبة كمان بزيد البain threshold by acting subcortical size of thalamus والhypothalamus relieve bain without causing sedation ولا tolerance أو drunk dependence مسكن من دون أي تأثير لا بنعس ولا بنيم ولا أي شي ولا بسبب إدمان ولا تعود ولا أي شي كل الأنس والسبرين يستخدم من الماء التو moderate pain management الأنس superior للأبيويد بديل جيد في controlling pain in which inflammation لأن الأبيويد رح يمر علينا ما العلاقة بالanti inflammatory هو الأنس هن الأنت inflammatory فبالتالي يمكن تلاقي combination abuioid الأنس combination effective on treating pain caused by malignancy مع مرضى الكنس عندهم يكون ألام شديدة وبالتالي معطيهم الأنس مع abuioid الأنت inflammatory effect قلنا من نتيجة أو الشي بالنسبة الاسبرين على هذه دوس فوق 325 ميلي جرام يقدر 4-6 جرام per day in divided dose بعمل بش البروستغلاندين synthesis at the site of injury بقلل الكمو تاكس وبتالي بقلل effect لل immune cells هاي الأدوية بقولنا الأنس والاسبرين بس تعمل symptomatic relief بمعنى بتقيم البن وبتقيم ال inflammation ولكن دون التأثير على المسبب ما بتتدخل بالنسبة للفعالية الأميز للأميز للأميز اللي هو من خلال thermoregulatory center مجنع الhypothalamus هون الفيفر بتصير هون فعاليا أصد point of thermogatory center على l'hypothalamus هدا caused by prostaglandine E2 المسؤول على الendogenous fever producing agents البيrogenic agents جيد cytokines they released by white blood cells activated by infections malignancy الفيفر is delivered by ANSES فعلا باخد حبة هال truffin الhypoprofen 7-8 داية زي السهر فيش حرارة أو duclofen اللي duclofenac إذن بيش البركشن بروس glan DIN E2 كمان بقال الhypothalamus response interleukin 1 birogenic agents و vasodilatation and desweating كمان في عز ال vasodilatation بتاري بزير التعرق الاسبرين is an antibiotic agent ما بيأثر عن normal body temperature لأنه it is not hypothermic agent الانتي platelets على Lodos baby اسبرين سمنا هو 1-800 mg فعليا المتعاهد عليه في كتب يبتحك 50-325 mg يعتبر anti-platelet تس انه irreversible بعمل بيش بلات thromboxen A2 Synthes anti-platelet effect وتقريبا هاد الافيكس 3-7 أيام بيستمر لأنه lifetime أو life span بتاع البلات قصلا بين 3-7 أيام عشان هيك إذا في عنا إجراء إذا في إجراء جراحي منوقف الدواء الاسبرين على الأقل أسبوع عشان ما يصير بليد إذن على هاي دوز بعمل بيش بروست glandine I2 اللي بسبب vaso dilatation وإنهيب بلated aggregation أيضا عمل l-inhibition thromboxane A2 كوز vaso constriction promote plated aggregation عمل l-inhibition وفي عمدك على low dose برضو بعمل الو 50-125 mg أدى إلى inhibition thromboxane A2 ال-GI من خلال brosaglandine brosaglandine I2 بعمل inhibition gastric acid secretion فبالتالي بتعمل حماية cytoprotective protective للميو كوز كوز مكتر بل الاسبرين شو بدو يعمل بدو يعمل inhibition لهذا الكلام وبالتالي irritate للgastric mucosa من خلال زياد increasing acid production ومن decreasing mucus production النتيجة بgastric irritation ممكن تود الالceration with or without bleeding أو hemorrhage وننا في دواء بيشتغل زي brosaglandine I1 analog اللي هو mesoprostol ممكن نعطيه مع استخدام الansets أو نعطيه مع بداله الأفضل اللي هو l-omibrazole اللي هو proton pump inhibitors أو lansoprazole أو l-omibrazole وعندك pump تدين أو rantidine أو سمتنين لو H2 antagonist blocking agents يستخدم لإنقلل ال-gastric damage induced by ansets نوطة مهمة ال-sperine produce nausea و vomiting و dyspepsia إذا هيا ال-sperine inhibition للbrustaglandine في gastric macosa نتيجة loss of protective action راح تحمايتها قد إلى gastric retention وبتك ألصر أو كمان بزيل l-scl production الإسبرين في إذا حطنا أصد pH of stomach exist an ionized form ودخل على المكوز الcell pH هون حصير زي بفر 7-1 ionized becomes undiffusable النتيجة acute ألصر erosive erosive gastritis hemorrhage acute ulcer هكام تأثيرات على respirator effect كمان لأن ال-sperine قلنا هون من خوف يصير اللي هو ال-sperine الترابي تكلف متابوليك أسيدوز المستوى معين سبب ما يسمى متابوليك أسيدوز وقتالي loss of كاربونيات من خلال اليورين وهذا الحك يزيد ال-ventilation crease ventilation عشان تقلل ال-CO2 levels and compensate ل متابوليك أسيدوز إذا الجرعة صارت أعلى وأعلى ال-sperine رح يعمل stimulation لل respirator center في الميديولة بإنتج منه hyperventilation عشان يحاول يعود تمام وبالتالي أن further respiratory alkalosis which is further compensated by excretion لأ alkaline urine إن cot تقلل من أ acquaver مد Bro赤 إяни أن لطالق 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 망 gå باريليسيس اوكرز عند ريس باريليسيس اوكرز يتوري تنشن للسي او تو وهون مشكلة انه بطل فيه تعويض من التوكسك دوزة الاسي دوزة الناتج من الاسي دوزة اللي حاصل المرة الاولى هون لسا فيه سيطرة فيه صار فينتيليشن زادة الفنتيليشن وعوضت اقللت الاسي او تو ليفلز عند كومبنسات الميتابولات الاسي دوزة ازاد تجرع اكتر اكتر راح تزيد الhyperventilation وبالتالي مش راح تقدر تعمل برضو كومبنساتين زي ما انت متوقع لانو الالكالين بالضبط will not be compensated higher toxic dose central respiratory paralysis occurs when respiratory acidosis occurs due to retention less CO2 طيب تأثيره مع الكيدنس حكينا البروستاكلاندين برضو ال E2 موجود برضو والبروستاكلاندين I2 responsible for maintaining green blood flow هنا عادة الانسس بيقلل ال blood flow بيقلل على الكيدني بيقلل الجي اف ار واذا قلل الجي اف ار هون مشكلة والابيوز لهم للمسكينات هاي كلها ومنلاحظ فيه ابيوز كتير رهيب بين السكان وبين الناس بيقدي الى acute renal failure وروح نزع على مستشفى الجامعة ومستشفى الوطني معظم اللي بيقسلوا كلا اللي شكرا ما يعرفيهم نتيجة الابيوز للانسس طريقة مش طبيعية عشان اكدام نقول لهم لما تاخدوا هاي المجموعة الاسبريم والنانسترويد الانتي انفلامتري دراجز اشربوا كميات كبيرة من الماء واخدوها بعض الاكل اذن بروستاكلاندين I2 وبروستاكلاندين I2 responsible for maintaining green blood flow الكوكس انهيبيترز بنتج جيتنشن للصوديوم اند ووتر النتيجة بسبب قدمة in some patients فاما بالنسبة الكاردوباسكولر سيستم ممكن كمان برولونج ديوز لهم يسبب صوديوم اند ووتر ريتنشن وهذا الحكي برسببتات كونجستف كاردك فاليور وبيل الافيك للانتي هايبرتنز في دراجز المريد فاليان هايبر تنشن الكانيتكس لهم السلسلات الاسبرين are rapidly absorbed from upper GI tract highly bound maliplasma protein well distributed throughout the tissues and body fluids metabolized في الليور من خلال الغيسين and glucauronide conjugation in low in low in low low dose elimination لل first order كانتك with high with high metabolized enzymes on a zero order هنا شوالصيدة اللي بحث في المركانتك الكنيزيشن لليورين بزيد rate of excretion للسلسلات ونقلت هايوين لمصار hyperventilation ومشاكل في respiratory system نتيجة الhigh dose من الاسبرين الثرابيو تكيوز لهم antipirotic analgesic ايضا anti-inflammatory male طيب بالنسبة الantipirotic baristamol is preferred قلنا اقل side effects على gastric no risk للرياس syndrome رياس syndrome حالة بتصير اذا اعطينا طفل مصاب بفيروس وعطيطو اسبرين او انسد راح تحول لرياس syndrome من للسبرين analgesic هلا ناخد عن طفاص الanalgesic headache tooth ache back ache body ache muscle pain tembromandibular and other joint pain كمان ممكن استفيد منهم از anti-blateless من الاسبرين الكاردوب vascular replication على low dose من الواحد تمانين لمية ميلي جرام في دراسات 50-35 ميلي جرام وهو بسموها baby spleen تمام كتير لالترومboimbotic disorder زي transgenetic ischemic attack تمام الـ mi reduce incidence and mortality ممكن استخدمهم بالcolon cancer اش مباشر ها ادهم regular of spleen use of spleen اعطى دراسة انه بيقل الرسك colorectal patient ductus arteriosus low dose 50-35-25-81-80-100 it's okay تمام maximum daily dose del-esprin 3,900 mg from 24-24-81-80 ها الماximum dose del-esprin side effects GI nausea vomiting dyspepsia epigastric pain acute gastritis ulceration and GI bleeding hypersensitivity one relatively more common with aspirin تمام ها اونا بيز الhypersensitivity reaction del-esprin skin rash articaria ورهنitis ها ريس syndrome استخدام ال-esprin او السلسلات للاطفال الأقر 12 سنة عندهم viral infections مثلا ممكن عطوهم aspirin ممكن سي عندهم age fulminant hepatitis fulminant hepatitis وان cephalopathy and cerebral edema السلسلات contraindicated in children with viral infection بالنسبة للملف في السيدات الحوام ال-brignant woman هاي الادوين بيش البروستق لندين سنت بتقلل او بتبط ال-delay onset of labor and increase chance of peripheral o-bosperdom hemorrhage ال-brignant إن ننسي أن هذه الأدوية تؤدي مستقبل بإعادة الخاصة في أي مستقبل بسائل الطعام والتأكد من الضوء. في وجود الجدد بالإعادة المستقبل بإعادة خاصة خصصية الضوء. لتأكد أن تقول إنها كان ممكن علي أن ترى أن ترى فيها. والإعادة الفصلية إلى نفروباثية رباثي. Lowerly progressive renal failure may occur in chronic use of high doses من الأنسد. رينال failure is usually reversible إذا وقفنا الدواء وأحيانا ريلي كمان. وأنسد may cause irreversible رينال دمش. مع مين الcontraindication مع الأشخاص لهم بيبتك ألسر برونكايل أزمة للviral infection in children bleeding tendency ولpregnant. وأننا تراتيجينيك إن أرلي برغنانس. بس موضوع ductus, arteriosus, closure and fetus renal problem in late pregnancy. أسبرين كتير رائع على علاج البريئكليمسيا. شيه البريئكليمسيا prevention بعد أسبوع 12 prevention formation of blood clots and improve blood flow للبلسينة and the baby. السلسلات ممكن نصير منهم toxicity اللي يسمون salicylism من أهم أعراضها يتبلش mild ل severe mild form toxicity اللي salicylism headache بتعمل tinnitus تخفز السمع كتير vertigo confusion nausea vomiting diarrhea sweating تعرق hyperbenia electrolyte imbalance وأيضا reversible على stovage of therapy وقف السل الاسبرين برجع الوضع الطبيعي severe سلسلات intoxication ممكن بالإضافة الأعراض السابقة يؤدي إلى restlessness confusion coma convulsion cardiovascular collapse pulmonary edema hyperborexia وممكن تأدي للوفا علاج salicylism treatment mainly gastric lavage غسيل معد followed by administration activated شار كله الفحم maintain fluid and electrolyte balance alkalizing لل urine عشان enhance renal excretion لل السل سل hemodialysis and severe toxication حاليا rare use أسباب أدت إلى قلة استخدام الأسبرين short duration of action requires large dose frequent administration gastric irritation ومشاكل القرحة ومشاكل معدب نتجنبه وكمان مع الأطفال الخاصة اللي عندهم viral infection وكمان ممكن يعمل برونكوس بازم مع الأشخاص اللي عندهم برونكايل أزم any question related للأسبرين طيب في عنا برده مننا نسيلكتب واستخدامه كتير اللي هو الآيبوبروفن الآيبوبروفن اللي هو اسمه العالمي عنا محليا نتروفن وعنا ايزوفن تمام موجود الآيبوبروفن هو موجود منه موجود منه موجود منه موجود موجود جلاتين وإكوة كابسول من قوائل الأديو في هاي المجموعة anti-inflammatory anti-paritic وanergesic وعمل reversible inhibition COX 1-0-2 oral كتير كويس absorption bond مع البلازم البروتين almost totally hepatic metabolism renal excretion longer duration of action و more potent أكثر من الاسبرين الآيبوبروفن بالدنت استخدامات واسعة relieve pain and inflammation لل bilbitis للبريابيك البرودون تايتس البرودون الآبس البرودون للسيرجري للجنجف اكتومي للcrown lengthening للديب marginal elevation يعني يستخدم بطريقة كتير واسعة لإله وكمان للأسيمولايتس post-operative pain control ممكن الشلطة هنا after extraction تمام elevioblast بريابيك السيرجري to control pain and edema وأيضا في TMG disorder شو TMG disorder temporomantibular joint المشاكل في ايو برضه مستخدم للأيبابروفين وكمان وكمان البروكسزم treatment المسل relaxant ممكن تلاقي كمان الايبابروفين مش لحاله تلاقي combination مع مسل relaxant بعيار 200 ميلي جرام مثلا tablet QD طيب side orally كل ستة لتمن ساعات واكتم 8 كيلو خمس سبعين ميلي جرام orally every six to eight hours maximum dose الهم اربعة doses لالاطفال الكبار الادل لتلات الاف ومئتين ميلي جرام اذا اعطناه بوصفة طبية رسمية اوكي اما اذا رحنا عالصادلية وسحبنا مسموح لغاية 1200 ميلي جرام اما اذا فيه والله وفي يستحق انه نعطي نعطي تلات الاف ومئتين ميلي جرام بردي الشيلدرين من سنة الاثناشر سنة خمسة لعشرة ميلي جرام اوكي بر كي جي اورالي كل ستة لثمان ساعات يعني بين تلات الاربع مرات في اليوم اضر بروبيونيك اسود انه النابروكسن والكيتو بروفن والاكسابروزن النابروكسن مور ارت 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 للجي اكتر من الايبو بروفن منعطيه عادة اذا في بلسكريبشن وفي حالة مرضية 1375 ميلي جرام بردي اذا نسحب OTC 660 ميلي جرام واذا اكبر 440 ميلي جرام الكيتو بروفن مور بوتن اكتر من الايبو بروفن وهاي اطلع جرعته قليلة 25 ل 50 ميلي جرام من الكيتو بروفن بتعادل 400 ميلي جرام من الايبو بروفن الOTC تاعته 12.5 ميلي جرام تلات مرات في اليوم كل 8 ساعات للن اريثريتك بيشنت اللي ما عندهم اريثريتس الدوز 25 ل 50 ميلي جرام تلات الاربع مرات اريو الاكسابروزين بوصل خمسين ساعة بالجرعة الواحد عشانك نعطيه وانز ديلي اخر شيء عن ال اللي 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 اسمه التجاري ديكلوفين في محليا نروفينال اسمه العالمي فولتارين كتير برضه يستخدم عنا بالدين تست بوتنت anti-inflammatory effect concentrated في السينوفيا الفلويد وابروف لللونغ تير خاص المرض الريموتويد والإشترايتس والأنكولايزين سفونديلايتس انسيدنس of هباتو تكسوستي is more than other انسيد كتير بيأثر على الكبد على الهباتيك أنزايم في البلازمة is more common بقيت التكسوستي زي الآنسيد زي الدعينيات سليكتب على الكوكس تو أكتر من كوكس وان ولكن برضه ما عنده هال ability انه يعمل نهيبش ايجري 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 باليورين مع الميز موجود عشان تقلل او اذا مش موجود تعطيه مع رانتبين او بروتون بمب انهيبترز الروفينال او الدكلوفيناك موجود منه جل موجود موجود منه باتش فورملا موجود منه تابلت وموجود منه سبسيتوري وامبول الباتش فورملا تتريت لوكلايز جوينت ومسل بين موجود منه كمان اي دروبس عشان تعالج الاكولور انفلاميشن عاتن الدكلوفيناك بيجي بشكلين بيجي دكلوفيناك صوديوم ودكلوفيناك بوتاسيوم اعتقد انه البوتاسيوم صوت اقل شوي مع مرضى الضغط وبيقلل الصوديوم بس هي مادة الانسز او الدكلوفيناك هي اردي برضو بتعمل عشان موضوع البلست بيجمع الصوديوم بسي عشان الدكلوفيناك بوتاسيوم بيفيد بسي كاردو بسي زي زي مرضى الهاي برتنش اوكي خمسين لمية ميلي has proved effective in relief of pain after third molar extraction for regular dental pain relief نعطي خمسين ميلي جرام tablet كل ثمان ساعة ثلاث مرات بليوم او خمسين ميلي جرام tablet صباحية وخمسين ميلي جرام tablet مسائية او قوشن اشتركوا في القناة